صدق المجلس على مرسوم جوج 15599 المتعلق بتغيير وتسمية مرسوم سبق أن اعتمد ويهم تطبيق القانون 1799 المتعلق بمدونة التأمينات وينص هذا المرسوم على سن إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكاريتية في عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال وأيضا ما يتعلق بالمسؤولية المدنية التي يمكن أن تطار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تطار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار غير مأمور المؤمن له الموجودين في الأماكن المنصوص عليها ولهذا هذا النص الذي يتكامل مع المرسوم السابق يحدد كيفية إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارتية الأقصاط أو الشراكات المتعلقة بذلك والأسقف الإجمالية للتعويض على الضمان برسم كل واقعة وكل سنة وكذا شروط وكيفية تخفض هذا التعويض ومنح تصبيق عنه عند الاقتضاء وهذا إجراء يتعلق مدونة تأمينات بالإضافة للإجراء السابق للرسم والذي يهم ضحايا الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين